قوليلي ام تابعيني قبل الفراجة على مدسوط الكوراية؟ ايه التوكوس البتانية؟ القلق والنبض القلب والمساة؟ اولا ما انا بقولش قبل الاهلي ما يلعب ولا ومتش شغال يعني باكل بعض المساة يعني ما بعرفش ما بتوتر جدا ما بروتش على تلفونات يعني اي حاجة انا تركيزي كله ان الاهلي بيلعب اهم ما في اليوم يعني فرنسا بتابع المساة؟ فرنسا طبعا اه طبعا طبعا حتى بفرق التوقيت بالكلام فرق التوقيته بيبقى ساعة دايما الخالط في بق compressır هي الهيطان اه طبعا الاهلي الاهلي هو كل شيء في الحياة ايه توالييعين انت عاملة سمعة كويسة من النادي الاهلي هنا اه طبعا يعني زمالك في الفرقة بتجيبهم يتفرجوا اخلي بالك برده دعايا النادي الاهلي اه طبعا بجيبهم يتفرجوا على الفادي الكره بطولة العالم الاندية طبعا بيبقوا معي علي طول بيففرجوا علي طول يتابعوا أصلا فيه أبليكيشن كتير أوي بتبقى الماتشات لايف زاد بطولات أفريقيا والكلام ده وتبطولة العالم ففرقتي متابعة معايا الأهلي بيلعب الأهلي جاب جول ساعدهم أمغلبين واحد يوم ما تقلقيش هدينك ساعة تكسابي فهم عارفين أنا يومي كلهم متوقف على النادي الأهلي ودي حاجة من صغري على فكرة أختي كبيرة كانت كده كابتني حنان عيد نفس القصة كتروح مع الأستاذ وإحنا صغيرين أصلا فأعتقد هي اللي حببتني في الأهلي كده زياد عن اللزوم نسبلك الأهلي هو حياتك الأهلي هو الحياة يعني وده مش عندنا بس خلي بالك ده عن ناس كتير أوي يقطع كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي فأنا عشان كده بقدر أوي الجمهور بقدر أوي زعل الناس خلي بالك يمكن أنا برضو ناس من جمهور الأهلي كانت ضدي جدا جدا في أن أنا كنت بدافعا كابتن حمول خطيب أوي للنهيئة دي قناعاتي أنا مقتنع أني ده أكتر من قدم يستحق الكرسي ده ولمكان ده ما أحترامل كل الناس اللي موجودة فأنا كان عندي ثقة فيه جدا جدا أحسن حاجة في الدنيا أنك تعملها تقف مع اللي أنت بتحبه أو اللي أنت مقتنع به في الوقت الصعب بس أنا أدك المتي الكلمة اللي بقولها بتحمل أي حاجة تحصل من وراها وأي موقف من وراها وأي قرارات أنا أدك المتي أبويا ومي ربوني كده نعيش أقولك يعني وإنا بتكلم معاك طبعا أنت نجمتنا وبسينك ما شاء الله فيه كلمة يعني دايما مش بي أحب أقولها بسين تجميت راجل ربنا عزك ربنا الله يشرف يعني الراجل مش اللي هو لا يعني الراجل بتباعه بشهده بكلمته يعني شوفيته بتقولك كلمة طبعا كلمتي أنا نادي الأهل بالنسبالي وكان كابتن محمود الخطيب بالنسبالي كان قضيتي طبعا وأنا ملتزمة لازعل يزعل بالضبط وده على فكرة حاجة أكيد في أوروبا لمسوها فيك طبعا طبعا عشان كان الحمد لله ربنا كرمني وبقي كابتن فريق أصلي كابتن فريق ده شخصية ده كارزمة مش مش أي حد يوبقى كابتن فريق صحيح وفكرة إن أنا الناس تقول عليه أن أنا بميت راجل ده حاجة تشرفني خلي بالك لأن الراجل مش بس اللي اسمه مكتوف في البطاقة يعني ناس كتير وإعلامين كبت كتير وناس كتيرة عندهم في البطاقة يقسميهم رجالة لكن للأسف مواقفهم حاجة تلك يعني أنا حتى أتكسف أقول عليه أنهم ستات لأن في ستات بميت راجل صحيح وهو ده الفرق بيني وبينهم